إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم المصادف 3-6 يبدأ موسم تسويق محصول الحنطة لموسم 2018 لمواقع فرع نينوى حقيقة المواقع المخصصة للتسويق هي خمسة مواقع وهي ساحة تمشير ففيرة بيعة وسائل الوائلية في منطقة الأكسك وسائل الموصل داخل مدينة الموصل وسائل بازوايا في منطقة قوكجلي وإضافة إلى سائل مخمور طبعا استعداداتنا كاملة لاستقبال محصول الحنطة من الأخوة الفلاحين يوم الأحد القادم حقيقة هذا الموسم له طعم خاص وهو أول موسم تسويقي بعد تحرير مدينة الموصل بالكامل وهناك مواقع عادت إلى الحياة من جديد مثل سائل الوائلية وسائل الموصل إضافة إلى سائل مخمور إضافة إلى مواقعنا من مميزات هذا التسويق هناك الشيء الأهم هو مستحقات الفلاحين حيث كانوا الأخوة الفلاحين يعانون من تأخيرها في السنوات أو المواسم السابقة هذا الموسم يعتبر الصرف مباشر حيث بعد تسليم الفلاح للمحصول الحنطة خلال أسبوع يتم صرف مستحقاتهم وهي مرصودة بالكامل هناك تساءل من قبل الأخوة الفلاحين حول قسم الأخوة الذين لم يستلوا مستحقاتهم لموسم 2014 بسبب تأخر التدقيق الأمني حيث ما يقارب من ألف فلاح لم يرد التدقيق الأمني لحد الآن وأن مبالغهم مرصودة ونطالب السيد المحافظ والمستشارية الأمن الوطني بالاستعجال بتدقيقهم الأمني لصرف مستحقاتهم ترجمة نانسي قنقر